حذرت صحيفة والستريت جورنال الأمريكية من نفاذ خيارات الإدارة الأمريكية بشأن التعامل مع حرب غزة ووقف نزيف الدماء المستمر منذ أكتوبر الماضي وأوضحت الصحيفة أنه عندما اندلعت الحرب في غزة كانت الإدارة الأمريكية تأمل في إبقاء الصراع قصيرا ووقف انتشار الحرب إلى لبنان وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط شعور بالإحباط بهذه الكلمات الواهنة خرج منسق الاتصالات الاستراتيجية للبيت الأبيض جون كيربي في مؤتمر صحفي ليعبر بها عن أسفه لتصريحات رئيس وزراء دولة الاحتلال بن يمين نتنياهو الذي اتهم الإدارة الأمريكية بالتباطئ وبحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل لكن تلك لم تكن البداية فقد كانت البداية الحقيقية من وصول الإحباط لدى الكثيرين من مسؤول الخارجية الأمريكية إلى درجة الاستقالة اعتراضا على سياسات بايدن الداعمة للعدوان الإسرائيلي بشكل غير مشروط مما أدى لمجازر وتصفيات عرقية ونزيف من الدماء لم يتوقف حتى الآن ووصلت الاستقالات إلى مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية وهو أندرو ميلر الشخصية المحبوبة في أروقة البيت الأبيض والخارجية الذين دأبوا بدورهم على دعم حكومة الاحتلال الإسرائيلي المدللة ويختلف رحيل ميلر عن رحيل الآخرين في وزارة الخارجية الأمريكية الذين كانوا أقل رطبة وتأثيرا في وضع السياسة تجاه غزة فعلى الرغم من الاحترام الذي يلقاه ميلر في إسرائيل إلا أن الوحشية الإسرائيلية أثارت حفيظة الجميع حتى حلفائها في المكتب البيضوي لينتهي الأمر بشهادة شاهد من أهل الولايات المتحدة حيث ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن بايدن قدم دعمه الكامل للإسرائيليين ودفع بالأسلحة شديدة الحساسية ومفرطة التدمير إلى الصراع ووفر الغطاء الدبلوماسي والسياسي في المؤسسات الدولية لدولة الاحتلال ومع كل ذلك تجاهل نتنياهو مرارا وتكرارا مطالب الولايات المتحدة باتباع نهج أكثر انتقائية في غزة والامتناع عن مفاقمة التوترات مع الفلسطينيين بحسب تعبيرات الصحيفة وعلى الرغم من أن السياسة المتبعة في غزة أثارت انقساما عميقا في الحكومة الأمريكية إلا أنها لم تدفع إلا بحفنة من الاستقالات في الأوساط الأمريكية إضافة إلى تحرك سريع لوزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جلنت بالسفر إلى واشنطن في محاولات لرأب الصدع بين الإدارة الأمريكية ورئيس حكومة الاحتلال الذي أثار بخطابه شهون الدولة الأمريكية الحليفة كل ذلك وما زال بايدن المتمسك بموقعه داخل المكتب البيضوي يدعم إسرائيل ذات الهيمنة على مقدرات الانتخابات الرئاسية وغيرها وما زال نزيف الدم الفلسطيني مستمرا رغم تلطق سمعة جميع الداعمين أمام شعوبهم